السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السابع بعنوان حل متباينات ذات خطوتين الجزء الأول في نهاية هذا العرض من المفروض أعزائي الطلاب أن تكونوا قد تعلمتم كيفية حل متباينات ذات خطوتين ننتقل مباشرة إلى المثال الأول من هذا الدرس في الصفحة 100 وفيما يلي نصه لدى سيف 25.97 كتاري ريال لينفقها في متجر الحرف اليدوية يريد شراء لوحة قماشية وبعضا من أقلام الرسم أسعارها معروضة بالتفصيل في هذه الصورة المرافقة لنص المثال المطلوب ما عدد أقلام الرسم P التي يمكن لسيف شراءه الحل خلال عشر ثواني حاولوا أعزائي الطلاب تحديد المعطيات الواردة في نص المثال والصورة المرافقة له أحسنتم الآن لحل هذه المسألة سنحاول في مرحلة أولى كتابة متباينة لتمثيل الموقف السابق حسب معطيات المسألة فإن سيف سيشتري لوحة رسم واحدة فقط لذلك فهو مطالب بدفع ثمنها مرة واحدة فقط ممتاز أما بالنسبة للأقلام التي من الممكن أن يشتريها فعددها غير معلوم ولو دققنا النظر في معطيات المسألة ستلاحظون أننا قد رمزنا لها بالحرف P وبالتالي فبالإضافة لثمن اللوحة القماشية سيدفع السيف ثمن القلم الواحد مضروبا في المتغير P وفي الأخير فإن الشرط الأساسي هنا هو أن لا تتعدى مشتريات سيف المبلغ المتوفر لديه وفي أقصى الأحالات فإن ثمن المشتريات يمكن أن يساوي المبلغ الذي مع سيف دون أن يتعداه لذلك فإن كل ما سبق هنا لا بد أن يكون أحسنتم أقل أو مساوي للمبلغ المتوفر لدى سيف رائع أحسنتم يا أبطال لاحظوا هنا أعزائي الطلاب أننا بصدد تحويل هذه المسألة الكلامية إلى جملة رياضية في صيغة متباينة والآن ننتقل إلى تحدي من الأسرع في الإجابة عن سلسلة الأسئلة التالية السؤال الأول جاهزون كم يبلغ ثمن اللوحة القماشية؟ ممتاز أحسنتم 14 كتر ريال السؤال الثاني كم يبلغ ثمن القلم الواحد؟ رائع 3.15 كتر ريال السؤال الثالث كم اشترى سيف من قلم؟ هل من مجيب؟ من الأسرع؟ دقيق النظر في النص وليس في الصورة أحسنتم عدد الأقلام غير معلوم لذلك رمزنا له بالمتغير P والآن السؤال الأخير ما هو المبلغ المتوفر لدى سيف؟ ممتاز بالضبط 25.97 كتر ريال إلى هنا وبكل بساطة وصلنا إلى تحويل هذه المسألة الكلامية إلى جملة رياضية في سيغة متباينة وهذا جد رائع الآن وفي مرحلة ثانية سنحاول حل هذه المتباينة في خطوتي لكن قبل ذلك اسمحوا لي أعزائي الطلاب بتذكيركم بأن استعمال الخواص والعلاقات العكسية لعزل المتغير في حل المعادلات يبقى صحيحا عند حل المتباينات إذن لحل هذه المتباينة سنحاول عزل المتغير P وذلك بالتخلص أولا من الحدث ثابت 14 من خلال إضافة النظير الجمعي negative 14 لطرفي المتباينة كالتالي ممتاز بما أن مجموعة العدد 14 ونظيره الجمعي negative 14 هو مجموعة صفري أي مساوي لصفر فإن المتباينة تصبح على هذه الشكلة 3.15P أصغر أو مساوي لـ 25.97-14 which is equal to 11.97 يبقى الآن للتخلص من المعامل 3.15 يكفي أن نقسم طرفي المتباينة على 3.15 فنحصل على المتباينة الأبسط التالية P أصغر أو مساوي لـ 3.80 لاحظ هنا عزيزي الطالب أنه عندما قسمنا على العدد 3.15 لم نعكس رمز المتباينة وذلك لأن العدد 3.15 هو عدد موجب وهكذا نكون قد وصلنا إلى حل هذه المتباينة الآن سنحاول أعزائي الطلاب تمثيل حل هذه المتباينة بيانيا لذلك سنستعمل خط الأعداد التالي حيث تلاحظون جيدا أن التدريج يبدأ من النقطة 0 لأن الحلول في هذه الحالة وهي عدد الأقلام هي أعداد كلية فقط لتعيين الكسر العشرية 3.80 على خط الأعداد سنحاول كتابته في صورة أبسط كالتالي 3.80 equals 3 plus 80 divided by 100 equals 3 plus 8 divided by 10 equals 3 plus 4 divided by 5 إذن فالعدد 3.80 سيكون بالضبط بعد 4 fifth من العدد 3 نحو اليمين أي هنا بالضبط وبالتالي كل القيم الكلية الموجودة يصار هذا الموضع هي حلول لهذه المسألة أي أن لسيف إمكانية شراء ثلاث أقلام أو أقل إلى هنا أعزائي الطلاب نصل إلى نهاية شرح هذا المثال وننتقل مباشرة إلى هذا التدريب السهل والمباشر التالي حاول أن تحل صفحة 100 لدى مريم 52 كاتري ريال لتنفقها في متجر الورود تريد شراء مزهرية مقابل 11.75 كاتري ريال مقابل 3.50 كاتري ريال لكل ورد ما العدد الممكن من الورود التي يمكن لمريم شراءه؟ الحل خلال عشر ثواني حاولوا أعزائي الطلاب تحديد المعطيات والمطلوب في هذه المسألة وإذا أردتم أوقف الفيديو وحلوا هذا التدريب بارك الله فيكم وشكرا على المحاولة إذن لإيجاد عدد الورود الممكن اقتناؤها من طرف مريم لا بد من تحويل هذه المسألة إلى متباينة ثم حلها كالتالي ننتقل الآن إلى آخر عنصر في درس اليوم وهو الواجب والذي أدعوكم لمحاولة حله من خلال إعادة مشاهدة هذا الفيديو وتتبع نفس الخطوات لإيجاد الحل الواجب إلى هنا نأتي أعزائي الطلاب إلى نهاية هذا العرض شكرا على حسن المتابعة والانتباه وإلى اللقاء في موعد جديد من دروس الرياضيات للصف السابع